حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم قال حدثني أبو حسن أن عمرو بن مرة قال لمعاويتا يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إبامين أو إيوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله عز وجل أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته قال فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس